السيد الرئيس، لقد شهدت الحرب الإرهابية التي تعرضت لها بلاد سوريا على مدى سبع سنين تورطاً مباشراً من حكومات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة وكذلك من خلال تنظيم وتسهيل وتمويل عمليات تدفق عشرات الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا والعراق وكانت حكومة دولة المقر في مقدمة هذه الحكومات التي رعت ومولت الإرهاب في سوريا كما أن بعضاً من هذه الحكومات وفي مقدمتها حكومة دولة المقر أي السعودية يتحمل إلى اليوم مسؤوليةً أساسية عن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف في أنحاء كثيرة من العالم وذلك من خلال تغذية الفكر الوهابي الدين المتطرف ومن خلال إنشاء وتمويل مراكز دينية في أنحاء العالم ترعى هذا الفكر المتطرف وتنشره بين فئات الشباب في مدن كثيرة هذا أمر بطبيعة الحال يهدد السلم والأمن الدوليين ويسيء لصورة المسلمين ويخرق التزام منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز السلام والتسامح والحوار بين الحضارات كما أن حكومة دولة المقر مسؤولة اليوم من خلال قيادة ما يسمى زوراً بالتحالف العربي عن مأساة إنسانية فضيعة أدت إلى مقتل وتشريد وتجويع مئات الآلاف من اليمنيين الأبرياء وإلى تدمير اليمن وعودة أوبئة مثل الكوليرا بأعلى نسب إصابة شهدها العالم منذ خمسين عاماً إلى اليوم وحكومة دولة المقر أيضاً مسؤولة اليوم عن تغذية الفرقة الطائفية وعن تأليب فئات وطوائف المسلمين على بعضها البعض بغية تحقيق غايات سياسية أنانية ومدمرة ستؤدي بالنتيجة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ساحةً للمزيد من الصراعات والنزاعات والحروب لا لشيء إلا لأن الحكومة السعودية قد قررت أن تحرف البوصلة وأن تخلق حالة عداءٍ وهمية ضد دولٍ أعضاء بعينها داخل منظمة التعاون الإسلامي نفسها لماذا؟ حتى يدير المسلمون والعرب ظهورهم للقدس ولفلسطين ولملايين المشردين والنازحين الفلسطينيين والسوريين على يد الاحتلال الإسرائيلي أيها السادة إننا اليوم واليوم تحديداً نعيش بلحظة تاريخية فارقة وخطيرة مع الإعلان عن عزم الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس وهو قرارٌ ندينه ونرفضه بل ونؤكد أنه إجراءٌ أحاديٌ لا قيمة له ولن يمس بالحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أن تكون القدس الشريف عاصمة دولته القادمة لا محالة لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبقوة ماذا فعلت منظمة التعاون الإسلامي للقدس؟ وماذا ستفعل الآن لمواجهة محاولات العبث بمصير القدس ومقدساتها؟ إن مثل هذا القرار من الرئيس الأميركي إزاء القدس سيعكس إن صدر قناعته بأنه قادرٌ على تجاهل الصوت والضمير الجماعي للمسلمين والعرب وبأنه قادرٌ على عقد صفقاتٍ مشبوهة وراء الأبواب المغلقة مع من لا يمثل الحقوق الفلسطينية والعربية ومع من لا يملك التصرف بهذه الحقوق أو التفاوض عليها ومن هنا تتعاظم اليوم المسؤولية التاريخية الملقات على عاتق منظمة التعاون الإسلامي فيما إذا أرادت أن تثبت بأن الصوت الجماعي للعالم الإسلامي ليس مجرد ظاهرةٍ صوتية أو صداً بعيد لا يسمعه أحد ختاماً السيد الرئيس إن موقف الجمهورية العربية السورية اليوم من مشروع القرار المعنون التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ينطلق من الحرص على القدس وحقوق الفلسطينيين والمسلمين والمسيحيين فيها وينطلق من الحرص على مصالح الشعوب الإسلامية الجمعاء دون تمييز ودون تدخلٍ في شؤونها الداخلية وينطلق من الحرص على تبرئة الدين الإسلامي الكريم من ذلك الربط النمطي المزيف بينه وبين الإرهاب وينطلق أيضاً من الحرص على معايير الديمقراطية والشفافية والمساواة في الحقوق والواجبات بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التعاون الإسلامي وهو الأمر الذي يدفعنا إلى طلب إجراء تصويتٍ مسجل على مشروع القرار الصادر بالوثيقة شكراً سيد الرئيس